اشتركوا في القناة بس الان على وجهة نظرك انه لا يوجد لليهود اماكن مقدسة في القدس نهائيا لا لا يوجد هم يستحدثون كنوسا يبنون كنوسا جديدة لكن ما لهم اثار لانه لهم سنوات طويلة يبحثون عن اثار ولم يجدوا لهم اثارا كيف نقر نحن شيئا هم يعترفون بانهم لم يجدوا شيئا الرئيس محمود عباس رئيس سلطة الوطنية الفلسطينية هو الذي دعا في المقام الاول العرب والمسلمين لزيارة القدس لتأكيد عروبتها ولدعم شعبها العربي ارجو ارجو التوقف لا انا اسألك الم يقول هذا الكلام لا اريد لا اريد لا طيب المفتي علي جمعة يقول بان زيارته لا انا انتقل الى نقطة اخرى معليش شيخ عكرمة يقول بان زيارته تمت من خلال ترتيبات قامت بها السلطات الاردنية صحيح شيخ عكرمة اخي الكريم انا اعطي رأيي مجردا فضل لا علاقة باسماء ولا علاقة لي بدول طيب فضل لا ما هو يعني ثم انا اجبت عليه السؤال اعطيتني سؤال اخر قلت لك لا دخول من القدس اي بني ادم يدخل القدس اما بتأشير اسرائيلية او بتنسيق امن اسرائيلي اعطتك الجواب موسيقى